حدثنا يحيى بن اسحاق من كتابه قال اخبرنا ابن لهيعة عن عبدالله ابن هبيرة عن حسنا ابن كريب ان غلاما منهم توفيا فوجد عليه ابواه اشد الوجد فقال حوشب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مثل ابنك ان رجلا من اصحابه كان له ابن قد ادبى او دبى وكان يأتي مع ابيه الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان ابنه توفيا فوجد عليه ابوه قريبا من ستة ايامين لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ارى فلانا قالوا يا رسول الله ان ابنه توفيا فوجد عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يا فلان اتحب لو ان ابنك عندك الان كأنشط الصبيان نشاطا اتحب ان ابنك عندك احر الغلمان جراءة اتحب ان ابنك عندك كهلا كافضل الكهول او يقال لك ادخل الجنة ثواب ما اخذ منك